ساعات قليلة خصصها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لزيارة لبنان مع كل ما يحيط به من عواصف وتهديدات إسرائيلية باحتلال أجزاء من مياه البحرية ومن ثروته النفطية في اللقاء طلب الرئيس عون إلى وزير الخارجية تيلرسون أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية لمنع إسرائيل من استمرار اعتداءاتها على السيادة اللبنانية البرية والبحرية والجوية مشددا على رفض دعاءة إسرائيل بملكية أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية وأن لبنان لا يألو جهدا للوصول إلى حلول لمسألة الحدود البرية والبحرية وقال الرئيس الجمهورية أن لبنان لا يريد الحرب على أحد في حين أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وأن ذاكرة الجنوبيين لا تزال حية حيال الحروب الإسرائيلية عليهم وفي السراية الحكومية كان لقاء مطول استمر قرابة ساعة ونصف الساعة بدأت بلقاء ثنائي مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد على تمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس وحق لبنان في استكشاف واستثمار وتنمية موارده الطبيعية في مياهه الإقليمية وأن لبنان يلتزم بالقرارات الدولية لا سيما 17-01 في حين تنتهكه إسرائيل بشكل يومي وتصاعد في خطابها مؤكدا أن القطاع المصرفي يلتزم القوانين والأنظمة الدولية وفي المؤتمر الصحفي استفاد وزير الخارجية في الحديث عن حزب الله بكلام يناقض ما كان قد صدر عنه خلال زيارته الأردن بكتب شعال لبنان لبنان بسبب بلمشاحة المنزل أن نعم ببنان لبنان وإسراء حمم مهمات إبو ايقات بإذهابان بشكل حول نعم تقاف من قد المنزل ومن المنزل من خلال من أجل السلحة القدرة ومن ستجل إبو افتح أيضًا الجميع فإن الاجراء يجعله عن الاجراء تجل إبوائي جهاز أفضل إبوائي جميع المنطقة للجارد البلاد المعركاتات وخاصة بالأخطاء ومن اشدارتنا إلى قبل خاصة بسفارة الأمر من سطورات ويشتر organizations أولهم فالمنات الشيخ يقابل فراتم إساس، داش، وقاة لهالكات السلامية ونتقل لإنسان الأوليسا للتعافية ولكنه يتطلب بأن دوري والتعافية بأن تساويات ورغم Youthات عن المترجمات هواتي للاسيلا إمكان مدر وفقام مستوى قتلا للمترجم مدرسةلمين هستوى كنى من تجاهل ونقرر منها العزب الوصول ولكن هناك مجلسة كنحزب الوصول يمحل بحرص المنظمة لعجمال النور لبناء الإمتدار النقطة الأولى للجدد إلا بناء الإمتادة وليس لدى السلاطة أستطيع أن تحضير العودة بالضافة. السلام عليكم في اربطة المعبات المغربة. بزعب الإجوال المغربة والعبادة تجريدون لقلب البعض وعفق علاقات المغربة. وعفق علاقات المغربة لدى سياسة سياسة الوقتية ومقاشرة الواقعات بحيث تجريدون من الهضة تجريدون العسلاء وطاعة الوقت وحسب المغربة السلاطة. وفي ردنا عن سؤال تناول الضمانات حول احترام إسرائيل أي اتفاق لاسيما ما يتعلق منها بالبلوك رقم 9 فأجاب وفي مقر الرئاسة الثانية في عين التيني تناول البحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني وموضوع الحدود البرية والبحرية الجانوبية للبنان فاستحضر بري الخروق الإسرائيلية اليومية ونية إسرائيل بناء الجدار الإسمنتي في نقاط داخل الأراضي اللبنانية وادعاءاتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة مؤكدا عمل اللجنة الثلاثية التي تعقد دوريا في مقار الأمم المتحدة في النقورة وتجربتها في الخط الأزرق لاستكمالها في الترسيم البحري وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية باسل العريض قناة الجديد